اهلا بكم في اول موجز للاخبار فكانت بلقيس مغامرة صاحبها لتمضي في قهر الظلام والظلم جاءت بلقيس وفضأ الاعلام اليمني فائض بالفراغ وركام من الدعاية وزيف الحاكم فكانت على العكس من كل هذا لقد قيل في الكلمة انها تحذير نافذة وموقف وهناك من يحولها الى ندب وصراخ وارتهان لكن بلقيس التي ولدت من رحم الربيع اليمني حملت احلاما ربيعية كادت ان تموت وابرزت سقفا عاليا للحرية فرح الشارع اليمني يتابع الاحداث وما يرافقها من تحليلات مختلفة ليكتشف المسكوت عنه في الاعلام وكواليس السياسة اذ لا يزال في الفضاء ما يتسع للصوت الحر وللحقيقة الغائبة من صنعاء كانت البداية وفيها اسست اولى مكاتبها لكن الاشتياح الحوثي للعاصمة فخخ وجودها على الارض وصادر مكتبها غير ان صوتها تصاعد اكثر فاختارت عدن وتعز ومأرب وحضر موت والجوف وابين والمهر والعج مساحة للحضور وهناك وثقت بعدساتها ليلة الاشتياح ويوميات الحرب وظلت شاهدة على كل جريمة ومذبحة ومن الاشتياح الى التحرير خاضت بلقيس معركة الحقيقة لتنقلها الى الناس وحتى ما بعد ذلك حرصت على نقل تداعيات الحرب للعالم الواقف بعيدا وذاك الشاهد على المأساة كما شهدت اول انطلاقة للمقاومة الشعبية ضد الانقلاب ورافقت مسيرتها الى اليوم وفي هذه المعركة دفعت بلقيس ثمنا باهضا من دماء فريقها الميداني فكان عبد الله قابل وعبد الله القادري ومحمد القدسي شهداءها في سبيل الحقيقة والصورة الغائبة ولان الكلمة الحرة صنوان الكرامة اختارت بلقيس الوقوف مع الناس والى جانب الضحايا فكانت السباقة لتوثيق انتهاكات التحالف لم تر بلقيس في الحياد الجامد بين غارة جوية وجمجمة طفل سوى شراكة في الجريمة فكانت اول الصارخين منذ قصف عطان الى قصف صنعاء الاخير وثقت الاعتقالات والتعسفات من قبل ميليشي الحوثي وصالح والقوات التابعة للتحالف والمدعومة منه في المناطق المحررة ونقلت صوت الذاوين على ارصفة المناشدات والمعذبين في المعتقلات حتى وهي تدافع عن الشرعية باعتبارها اخر ما تبقى من فكرة الدولة لم تجد حرجا في تناول عبث وفساد رجالها بنفس الدرجة التي تناولت فيه عبث وفساد رجال صالح والحوثي سخرت برامجها واخبارها وتقاريرها للناس في الداخل وكثفت من قضايا الجميع شهداء ومختطفين ومشردين وجوعة ومناضلين وصحفيين وشعراء وفنانين واطباء وتربويين وعمالا ومهنيين واطفالا ونساء وجنود وحتى اقليات كذلك لم تهمل اليمنية في الخارج لسيما الطلاب المبتعثين مثل ما لم تتجاهل المنسيين في اقصى الريف ومناطق الهامش كل هذه الفصول الممزوجة بالملح تناولتها بالقيس في عمرها القصير وها هي تسدل الستار عن فصول جديدة بحثا عن صوت الذين لا صوت لهم